لكل مجال من مجالات البحث خصائصه الخاصة به ولكل بحث مميزات سعى الباحث إلى تحقيقها هذه هي ما سنقف معها في هذه المرحلة من الدرس خصائص البحث ومجالاته ما هي خصائصه؟ إن البحث له خصائص عديدة يأتي في مقدمتها أن البحث لابد أن يضيف جديد للمعرفة وإلا كان كلاما مكرورا لا حاجة لنا إليه ثانيا البحث لابد أن يكون ذا موضوعية بمعنى أن يكون البحث ذا وحدة موضوعية واحدة يعني يعالج موضوعا واحدا من جوانبه التي توفيه حقه وتجليه للقارئ حتى لا يدخل القارئ في ترهات وفي جوانبه ربما تشتت عليه فكرة أيضا من خصائص البحث العلمي الحياد في البحث ما المقصود بالحياد في البحث؟ إن الحياد يعني التجرد الذي لابد أن يكون عليه الباحث متجردا من أهوائه ونزعاته وعصبياته بل متجردا من ميوله الشخصية إذ إن الباحث الحق هو ذاك الذي يضع هدفا واحدا ولابد أن يكون حكما منصفا في ما يكتب وما يقول أيضا من خصائص البحث العلمي المنهجية في البحث وما المقصود بها؟ المقصود بها تنظيم المعلومات وترتيبها وعرضها بشكل منطقي يسلم بعضه إلى بعض بشكل متدرج من المقدمات التي توصل إلى نتائج من المسلمات التي تحل الخلافيات أو تبين أسباب الخلاف هذه هي خصائص البحث العلمي أما عن المجالات التي لا بد لنا أن نقف عليها ولا بد أن نفتح آفاق الرحبة للباحثين عندما يكتبون فإن علماءنا قد تناولوها إذ إنه من المزعج للنهضة العلمية أن تأتي البحوث مكررة ليس فيها من الجدة والطرافة ما يجعل لها قيمة إضافة إلى أن العلماء رحمهم الله من قديم قد عنوا بهذه المجالات فبينوها وألفوا فيها حتى لا يضيع وقت الباحث وحتى لا تأتي المؤلفات مكررة ويتبدد الجهد فيما ليس من ورائه فائدة وها هو الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله يضع لنا هذه المجالات حيث يقول إن التصنيف ينبغي أن لا يخلو من المعاني الثمانية التي يصنف العلماء لها هذه الأشياء هي اختراع معدوم أو جمع متفرق أو تكميل ناقص ولعلك عزيز القارئ والمستمع عندما تقف على هذه الأمور تراها أساسية في ميادين البحث كذلك لابد أن يكون من مجالات البحث تفصيل مجمل أو تهذيب مطول أو ترتيب مخلط إذ إن هذه الأشياء تمثل قيمة للبحث عندما يبين لنا مجملة وعندما يهزب لنا مطولة وعندما يرتب لنا مخلطا فإن الصورة عندئذ تكون واضحة وكذلك أن يعين المبهم إذ إن النفس دوما تسعى إلى الوضوح فتعيين المبهم يعطي للبحث قيمة وكذلك تبيين الخطأ إذ إن بيان الخطأ هي مهمة الباحث التي يقدمها للقارئ كي يكون لبحثه قيمة إلى غير ذلك من أمور ذكرها العلماء وبذلك نكون قد وقفنا على خصائص البحث ومجالاته وإلى موقف آخر من مواقف هذه المادة المؤقرة